متابعي بنكير على نصفنا المختلفة أهلاً وسهلاً بحضراتكم وجولة جديدة في أسواق المال والطاقة والشركات حول العالم والبداية مع العنوين روسيا تتهم الولايات المتحدة بشأن هجوم سيبرانية على أجهزة أبل أسهم الإمارات تضيف 27 مليار دولار لرأس مالها سوقي في خمسة أشهر رسمياً أجوي بنجا يتولى رئاسة البنك الدورية ستندرد أند بورز تبقي على درجة فرنسا بلا تغيير كانت هذه العنوين وإلى تفاصيل المشرح ولكن بعد الفاصل اتهم جهاز الأمن الروسي الولايات المتحدة بالوقوف وراه هجوم سيبرانية على آلاف من أجهزة أبل بعد إعلان شركة كاسبريس كلاب الروسية للأمن السيبرانية العثور على برمجية تجسس على هواتف آيفون يستخدم موظفها وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن وكالة الأمن القومية الأمريكية تتعاون بشكل وثيق مع أبل بعد تعرض آلاف من أجهزتها لقرصنة وتسريب أرقام هواتف أشخاص يعملون في سفارات روسية في الخارج أضافت أسواق الأسهم الإماراتية ما يقرب على 100 مليار درهم أي حوالي 27.3 مليار دولار لرأس مالها سوقي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالية مدعومة بزيادة الطالب لجانب المستثمرين الدوليين أضافة إلى الإدراجات الجديدة وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال الخمسة أشهر الأولى شاملت أدنق للغاز وبريسيات لحلول الذكاء الصناعي في سوق أبوظبي وإدراج MBMI كأول شركة تكنولوجية مالية يتم إدراجها في منصة نمو بسوق أبوظبي بالإضافة إلى إدراج أسهم الأنصري للخدمات المالية في سوق دبي المالية فيما شهد سوق أبوظبي إدراجا جديدا لشركة أدنق للإمداد والخدمات مع مطلع يونيو الحالية تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي الهندي الأمريكي أجاي بنجا مهمه رسميا الجمعة خلفا لديفن ميلباس الذي أنهى بالأمس ولايته على رأس هذه المؤسسة وكان بنجا المرشح المعلن الوحيد الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع مستر كارد انتخب بدون مفاجأة في مطلع مايو الماضي أبقت وكالة التصنيف الإتماني ستاندرد أندبورز الجمعة على درجة فرنسا إي إي بلا تغيير مستندة إلى حجج باريس التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير للمظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل مكرون وأبقالة الوكالة إن قرارها هذا يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال التقا مع تراجع أسعار المحروقات ودرجة إي إي من أعلى فئات سنم والتصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا إي إي الأعلى بين الدول وقد خسرته فرنسا في 2012 متابع بن كير على المنصة المختلفة إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية نلقاكم في نشرات وطغطية أخرى كنتم معكم أنا عبد المنعن إبراهيم وإلى اللقاء